اللي انا قلتو ده صح ولا لا؟ اوه مظبوط افن من ده الحاجات اللي هي بتعمل يعني انا بس فيه الناس كلها زي حدوك قلتو كده تشوف فتورة الكهرباء باخر الشهر اللي هو العداد التقليدي اللي هو بقرس او العداد مظبوط ده فعيبلك كل ده فهو تورة الكهرباء انا ما استهلكتش الكهرباء دي كلها بس هو فيه تصرفات غلط بعملها زي ما حدوك وضحتي الغلاية انا الواحدة دلاتي في البيت فيه ناس بتملع الغلاية كلها فتقعد الغلاية مثل لو انا مالي كوباية واحدة تقعد دقيقتين تقعد خمس دقائق فيه حاجات تانية مثلا انا مثلا احط مية في الغلاية واشغالها جالي تليفون المية بردت اروح مشغالها تاني فدي برضو السلاك الكهرباء تاني انا عايز اقولك ان هي بتستخدم اصلا حتى لو كبيرة صغيرة بتستخدم كهرباء كتير جدا لان هي بتسخن من ضمن الاجهزة كسيفة السلاك للطاقة زيها زي السخان بالكهرباء الكهرباء ده جهاز بيستهل الكهرباء مصيبة اوه يعني انا عايز اوضح الناس انت ممكن تسيب البيت لمدة شهر ولا سنة بحالها وترجع وسيب السخان المية برضو زي الغلاية هتبدل المية تبرد بعدين اروح شغالها تاني المية تبرد اروح شغالها تاني يبدل طول اليوم كده فاتى حتى لو مستهلكتش حاجة الخالي طول انا وتحلف لما استعملتش السخان هتلاقي مطورة الكهرباء جاية غالية فعشان كده انا معنصح بالنسبة للسخان والكهرباء بالذات استخدمه قبل عايز استخدمه تاخد شاور قبل نص ساعة تلت ساعة بالكتير بعد ما تاخد الشاور اتفيه طب انا عايز اسأل بقى سؤال مهم قوي انا دلوقتي مثلا خليفة الكاتل الكاتل ده انا استخدمته سخانت فيه الماء او السخان معايرة تعمل معايرة ليه هل النهاردة بعد ما خلصت اشيل الفيشة ايو ايو اشيل الفيشة اه ونفس الشيء بالنسبة للسخان انت خلصت 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 شاور بتاعتك او ساعة او الست البيت البابطعة في المطبخ وكده وعشف فيها دون تبقى عايزة مية سخدة خلصت فيه لكن تفضل شغال كده بيستهل الكرابة من غير انت ما تدري وتقولي انا الفاتورة بدفع فاتورة كتيرة ليه فلازم تفصل السخان بالكراب ايه تانية ده ده كمان بيأثر على عمر الرفتراضي طبعا ما تفضل السخان شغال على طول بيأثر على عمر الرفتراضي ايه تلاقي واحد تاني يقولك ده ما كملش معي خمس سنين ليه اللي انت سايب وشغال على طول فدي حاجات سيئة جدا يعني من ضمن الحاجات كسيفة السلاك للطفل اللي هي السخان احنا احنا عايزين نعرف المادة بتاعها قد يعني بدي اخد كم واط او بيستغني بلسبة قد مايكرويف مثلا قد الكاتل قد يعني انت حدك بس تشوف فيه النيم بليت بتاع اللي هو الورية البيانات دي بمخشوف فيها الواط ايه تبقل تحسب الواط انت شغلته كم ساعة هتعرف الواط بتاعه كم كل جهاز ليه كم واط متين واط شغلته مثلا خمس ساعة يبقى اتخدت متين واط يعني ما كملتش نص كيلو لو انت في الساعة فكل جهاز حسب النيم بليت بتاعه في حاجة مهمة ايه 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 ما تجي تشتري جهاز في حاجة اسمها بطاقة ترشيد الطاقة بطاقة ترشيد الطاقة دي تلاقيها مع محطوطة متعلقة ايه بزفر ايه ايه بي و سي و دي و ايه هتلاقي ساهم على ايه ساهم على ايه ده يبقى الجهاز ده ترشيد الطاقة بتاعه كويس جهاز كويس بيوفر في الطاقة الجهاز ده بيبقى متعاير من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والتنظيم بقى حماية المستهلك بقى الجهاز ده شري ممكن يبقى غالي شوية عن اجهزة تانية فيه ناس تقولك لا ما تاخدش بقى الليقولك ده الجهاز ده ارخص هو ارخص عبا 6 على المدى هتلاقي بتسهلك فاتورة الكهرباء اعلى من الجهاز ده فلازم تاخد بالك من حاجة نقطة ده مهمة قوي بقى بالراحة علينا كده اه فيه ورقة بتعلقة كده بتعلقة على الجهاز اسمه بطاقة ترشيد الطاقة عالسخار بالكهرباء عالتاكيف عالغسالة فول والاوتوماتيك الاجهزة الكبيرة يعني لازم تعليها على حرف ايه حرف ايه هتلاقي ساهمة بالعرض ايه بجزة تشتريه وطمطم